السيد طريح حسين رئيس غرفة صناعة الحبوب حياة أنا بشكر لكيادة السياسية طبعا فخامة الرئيس وحضرتك كرئيس مجلس الوزراء على استقرار سعر الصرف هو دخل الأساس كله في الموضوع طبعا بقى فيه استقرار بقى فيه سقف عندي منسبالي فيه السلع للسلع بالزاد خاصة بتشغل في السلع معروفة عالميا الأمع تشارع برصة عالمية معروفة فسعرها مختلف كل وقت لي سعر لكن لو بكون السعر الصرف سابق القصة بتختلف بالنسبة لنا لما كان موصل هو كان سابقا تقريبا مئتين وسبعين مئتين وثمانين دولار لكن لو وصل سبعين سعر الدولار وستين لا قصة اختلفة لكن دلوقتي السعر نزل كأمح حني دلوقتي القرص أخر سعر سعر بثلاثين دولار والسعر سبعة واربين وثمانية واربعين اللي هو سعر الدولار لا القصة مختلفة خالص فإحنا قبل العيد أو من فترة أو من شهر قبلها كان آخر حاجة وصلنا كان دي وصل 22 مثلا أو 21 فأنا اجتمعت مع الناس بتوعنا كغروف صناعة الحبوب وأنا كرئيس لغروف صناعة الحبوب ومع المطاحن لتنين وسبعين بتقولهم لا الكلام ده لازم ينزل دلوقتي على الأل فأنا بنسفط الرئيس غروف صناعة الحبوب بعلن رسميا إن سعر دي لا يتعدى 16 ألف جنيه عشان نقدر نوفر العيش السياحي بسعر كويس جدا هيوفر حوالي 30 أو 35 في المائة من السعر السائد بعد ما عدنا عملنا اجتمع مع معاني الوزير ومع الحاجة عبدالله غراب ويرسينا في الآخر على إن سعر الرئيس السياحي اللي هو الثمانين جرام هيبقى جنيه ونص بدل كان بقى كواصل 22 ورب في طبع فرق كبير الاربعين جرام لخمسة وسبعين قرش كان وصل جنيه ورب فطبع فرق كبير جدا والخمسة وعشرين جرام بقى بخمسة وسبعين قرش والفينو اللي احنا ملتزمين بالنوعين من الفينو 35 جرام والفينو العادي بتاع المدارس الصغيرة دوت فده هيبقى بجنيه كان وصل جنيه ونص والسبعين جرام بجنيه ونص كان وصل اتنين جنيه ونص فعشل ملتزم بي انا ملتزم قدام الناس وقدام سيادتك والخيادة السياسية ومجلس الوزر ورئيسات وبعلي الوزير إن دي لا يتعدى 16 ألف جنيه حاليا عشان جيدة الناس في النهاية لاناساس هو سعر البدى الخام البدى الخام أنا مسبتها الحمد لله رب العالمين والناس ما عندي في الغرفة والناس ملتزمين وإحنا في خدمة المواطن البسيط طبعا وكلنا في خدمة هذا الوطن خدمة المستهلك البسيط ترجمة نانسي قنقر